السلام عليكم معكم باتشيحاء الى الحين في معرض اتري او قبل معرض اتري الشو كيس حكما يقصر راح اجنبكم عن لعبة اساس كريل اوريجنز طور الارينا فنشوف معاش يلا اوش اعذرون عن الكاميرا لان ما قبل وما سمحون نصور اللعبة مباشرة فالطريقة الوحيد يقصص لكم اياها اللعبة بحيث ان اقدر نزلكم فيديو باسرع وقت ممكن وتاخدون فكرة كبيرة عن كيف اسلوب القتال في اللعبة طيب السلوب القتال تغير تغير جذري بحيث انه توجه الى العاب سولز او العاب بلد بون والاشياء هذي بحيث انك مثلا تحدد على الخصم بالتارجت وبعدك بعد ان يمين يصار ويكون فيه مثلا يعني تقل الضربة بحيث ان الضربات تأثر ويضرتهم قدام تأثر من وراء او جيت من وراء وطقيتهم مثل رجلة فيترنح جي تكمل عليه هذا الشكل كانت حاجة جدا مميزة في العلعاب زي هذي واساسين كريد مشكلتها كانت انها اسلوب القتال جدا مكرر بحيث انك بس سوي كاونتر وطق كاونتر وطق زي ما انتم عارفين لكن هنا يتغير الوضع كله بحيث ان انا حاول سوي كاونتر وطق المشكلة لم تكن سوي كاونتر مع ذلك الاعداء اللي قدامي لان صراحة عندكم الضخم هذا جدنني وطفشني وهذا كذا لما اجي اطقل بقين يهجمون علي وعلاب اساسين كريد القديمة اتذكر انه ما في اكثر من واحد يجمع عليك في نفس الوقت وهذا شي كان يسهل لعبة كثير ويخليها برضو نوع من الملل فهذا توجه كبير من يبيسوفت انها توجهت للنظام هذا وعادت النظر في نظام القتال لسلسلة اساسين كريد وطبعا زي اي لعبة قتال ثانية او لعبة اكشن ثانية يعني عندكم زر الصد زر الضرب والاشياء هذه عندكم زر الضرب القوي زر الضرب الخفيف زي لعب دارك سولز ايضا انا قاعد قاعد دارك سولز انا فعلا قاعد احسني قاعد العب بلد بوانا ودارك سولز وهذا شيء ايجابي وشيء ممتاز صراحة وتوجه ممتاز صراحة من يوسوفت زي ما قلت لكم النقطة اللي يعني حسيت اني ضايقت منها بس حسني عشان انا ما تعوت على اللعب كله ان الدوج فيها حس في بطء نوع بطء خفيف يعني جدا ما هو سهل زي العب سولز لكن في بطء بحيث انك لما تنطق وتبعد استيل تنطق مو انك تبعد انك يعني بسرعة كلا بس اتوقع ان هذي كني انا مني انا كلعب لاني ما تعرفوا اللعب كله انت عارفون ان الدمو ما كان عنديه كبير اني جربة فاتوقع انه يكن لعب مني او انه بطورون هنا تنسون هذه نسخة اولية وهذا شيء ممتاز طبعا هنا قاعدتوش مع بوس البوس هذا ازعجني كثير صراحة وما اخفي عليكم اني مت عنده كثير 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 يعني تقريبا 16 مرة مت عنده وجننني صراحة ليش لانه عنده حركة مزعجة للمسكل وما يمسك عنده هذي يعني يطق عادي بعد عنه بس لما يمسك ما ذقت بعد عنها ويديني يمسكني بالزاوية يحكرني فان قد خالص انا ولي كانت مسك بالزاوية طيب انا ربيك الحين والله مسكت بالزاوية واجلد وجلد وطبعا نقطة ثانية في اللعب نستكلمك معانها انك لما تضرب اكثر اكثر في عداد تحت برتقال يتعبه هذا عداد السوبر انا سميه وزي ما تشوفون حم بسوي له هذي السوبر لو كان خصم عادي كان مات من ضربة واحدة اما هذا مو خصم عادي هاتف بربوس فستل يعني قاعد لجلده فيه ويقوم الجلد وصراحة لعبة ممتعة من ناحة الفايتينج وهذا واتمنى صراحة انه يتوجه يوبي سوفت يكون زي كذا كان ودي وريكم اللعبة كلها اللي هو النظام العادي حق اللعبة متحددين على اللعبة المغامرات ولكن الاسف ما امداني لان الوقت هنقصير وايضا ما كان في وقت اني اقدر صورها زي كذا فقدت صور لكم طول القتال لشنوريكم اقل شي كيف نظام القتال فلسن كريد كما معكم اتشيحة شكرا متابعة مع السلامة